ده لو كان الموضوع في الكاف فير ليه بقى؟ لأنه من الأساس أنت لم تعلن مع القرعة لو أنت علنت في القرعة على بلد المحبوب على أي بلد المغرب الكايرو اللي عايزه يوصل بقى فريقا ما يوصلش عادي جدا التشاملز ليج في باريس ما فيش باريس سان جرمين تمام ليه؟ معلن مبكرا لكن أنت بقبل تهميدة جمدة جدا خلي بالك وتكثيرا كبيرة للنادي الآلي هذا النادي اللي كاشف جدا في مسألة حصد البطولات وكذا وبدأ يحطم إدارات إدارات أندية كبرى في البطولات الكبرى كما يحدث من المطبط صنعالي دايما بقولها مع حضرتك هنا حتى محليا ليه؟ أنت لا شكاي ولا مقترد ولا كذا ولا ماذا كل شغلك ما شاء الله بمكاسب وعلى الأرضها الفنية ببطولات وبالتالي هم بيوعدوا بعض أنت بتقول كيف تنسحب السنغال؟ السنغال خلاص فازت بمقاصة أخرى أنها تاخد السوبر الأفريقي نيجيريا الملعب المعاقب كما عقب ملعب السنغال في واقعة مصر هي كمان هتاخد نهاء الكنفدرالية في نيجيريا والسوبر يبقى في السنغال تمام تمام؟ ملعب نيجيريا ده تقال مش بس أنه موقوف تقال أن دورات المياه ينقصها حنافيات تخيل لما الكافي أطلع أتكلم عن السباكة؟ يا فندم أنا لسا كنت أسألك في النقطة بما أني حضرتك فتحتها تخيل حضرتك أنه مبارح كان طالع من الاتحاد الأفريقي عقوبات ضد الوداد والرجاء بسبب لعبهم في مركب محمد الخامس اللي الاتحاد الأفريقي معاقبه بعدد معاقبه بأنه أقل للعدد ومش أعرف بغرامة كام وبكام 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 وفي نفس الوقت تاني يوم بيبعث له جواب بيقول له خلاص خد البطولة الأفريقية أو نهائي البطولة الدولة الأبطال على ملعب مركب محمد الخامس اللي أنا عامل عليك هو عقوبات البلع مبروك عليك أنا عايز ألعبك في الملعب المعاقب بنا بقول لحضرتك كله عكس بعضه يا كابتن أنت برضو ما عندكش هذه الحماية أنت موفد صحيح ولا يمثل مصر ولا سيد لقجع بيمثل مغرب لكن لأنه العربي المغربي يعني فوزي لقجع فهو يحارب معارك تكبره عند الأشقاء والمسؤولين والجماهير في المغرب لكن أنا الرجل العربي المصري أنا بريدة كاف في إيده ويقول لك هو أنا بريدة هو رئيس الاتحاد هو مش لازم رئيس الاتحاد لكن على الأقل يقول لهم أنا مخصمك أنا ممكن ما يشاهد معاك بكرة لأن هناك واقعة تكسب بلاش عشان مصر ولا النادي الأهلي لأنه أنت رجل تتحدث عن الفيفا وتتحدث تحدث استثمرت فيك الدولة المصرية وكل مؤسساتها وقفت وراك يعني حتى ما يمكن أن يكون عبر مكتبه الإعلامي لما يقوله أصرح لا تخيل حجم اللي ممكن يعمله لما يخرج هو صوتا وصورة ليعلن عدم رضا أنا مش أقول رفضه هو في الآخر عضو مكتب تنفيذ لكن عدم رضا ويشبكها بأنها إساءة للكرة الأفريقية مش عشان خطر الأهلي ولا مصر برضو ماشي وبالتالي أنت فقد ده الأهلي خاطب اتحاد الكرة اللي المفترض أنت عشان الحاجات القانونية لما تيجي تكلم أي حد يقولك اتحاد وطني تيجي تكلم اتحاد وطني يقولك لا شكيلك كاف تيجي تروح الكاس مئة بالمئة هي واقعة غير مسبوقة هي هتبقى مش مسبوكة قالك أن دي خارج الاختصاص لكن الأهلي يستطيع أن يفعل قضياته أكثر وأكثر بإيه؟ واحد بالإجراءات اللي عملها والديكومنت اللي بيجمعوا ده علشان يقدمه ضمن ملفه موسيقى